وننتقل الآن إلى الجولة على أبرز ما اخترناه من صحف ومواقع المواقع الإلكترونية اليوم ونبدأها مع المدن البطريارك يمسك جمرة المصير اللبناني كتب منير الربيع تحت هذا العنوان لم يعد لدى بكرك أي مجال للتراجع لقد قال البطريارك ما قال الزخم السياسي والشعبي الذي اندفع بحماسة خلف مواقف الراعي من شأنه إطفاء المزيد من التقدم في الخطوات التي تم الإعلان عنها سعيا إلى عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة اللبنانية رفع الراعي الصقف الذي كان يتوقعه الآخرون ولا سيما من بادر إلى توجيه نصائح له بالتهدئة وتخفيف لهجته طلب البطريارك الماروني من جهات متعددة العمل على إعداد أوراق سياسية وأوراق عمل ليتم دمجها فيما بعد بوثيقة سياسية واضحة المعالم والمعاني ويتم تسليمها إلى الأمم المتحدة والدول الكبرى والفاعلة وإلى الفاتيكان أيضا خصوصا وأن الراعي يراهن إلى حد بعيد على دور الفاتيكان في توفير الحماية للبنان ويستند على كاثوليكية الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قد تدفعه إلى التواصل أكثر مع البابا وهو أمر قابل للاستثمار في لبنان يتابع مونير الربيع في المدن ما يقصده الراعي واضح هو لا يريد صدور قرار دولي عن الأمم المتحدة بشأن الأزمة اللبنانية ولا يريد تكرار تجربة الـ 15-59 لأن كل هذه القرارات الدولية لم يتم تطبيقها وهو حتما لا يفكر بفصل سابع ولا بمجيء الجيوش الأجنبية إلى لبنان إنما المقصود بالمؤتمر الدولي هو عقد لقاء موسع للقوى اللبنانية بحضور الدول الفاعلة والمؤثرة والمتدخلة والمتداخلة بالملف اللبناني كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية والعربية وإيران يسعى الراعي إلى كسب كم من أكبر من التأييد الخارجي لمبادرته هو مرتاح للموقف العربي وخصوصا المصري والسعودي وهو ليس بعيدا عن المبادرة الفرنسية في المقابل لا يزال الراعي على انزعاجه الكبير من تصرفات رئيس التيار الوطني الحرج بران باسيل الذي أرسل رسالة إلى الفاتيكان تتضمن الشكوى من تصرفات الراعي ومواقفه لم يعد استياء الراعي من باسيل خافيا لكن بحسب ما تنقل مصادر قريبة من البطريارك فإن مواقفه منسقة بشكل كامل مع الفاتيكان الذي لا يريد أن يكون في واجهة الأحداث وفي موازاة محاولات باسيل تغيير وجهة مبادرة بكيركي لا يزال حزب الله أيضا يبحث عن كيفية الدخول على خط المبادرة وإعادة إحياء التواصل مع البطريارك لعدم التركيز على مسألة المؤتمر الدولي والذي قد يطرح خلاله ملف السلاح التقط حزب الله موقفين في كلام الراعي وهو حماية النظام والدستور أو الطائف وهو سيحاول البناء على هذين الموقفين لتعزيز العلاقة مع الراعي بتركيز الحوار على حماية الدستور من دون إثارة ملف السلاح وهذا قابل لأي تحقق من خلال مؤتمر حوار وطني شامل هذا جزء من الرسالة التي حملها اللواء عباس إبراهيم إلى بكيركي قبل يومين سعيا إلى نقاط مشتركة بين الطرفين والجزء الآخر من الرسالة التي حملها إبراهيم إلى البطريارك هي بالتمني عليها عدم السماح لأي طرف من زوار بكيركي بإطلاق مواقف تهاجم رئيس الجمهورية وتدعوه للاستقالة رسالة تؤكد أن وجهة النظر السياسية اللبنانية لا تزال قاصرة جدا عن مواكبة تطورات الأزمة وأبعادها الخطيرة وننتقل إلى الثبات وما كتبه حسان الحسن أيضا حول مواقف بكيركي بالأمس تخوف أمني من استغلال مواقف بكيركي الحزب محدى فاضي هلئي تتمسك البطرياركية المارونية المشرقية عبر التاريخ بتكريس دورها كمرجعية على مستوى لبنان وليس على المستوى الماروني أو المسيحي أيضا وغالبا تتماهى بكيركي مع السياسات الدولية تجاه لبنان يتابع الكاتب في مكان آخر المقلق اليوم هو استغلال أهل الطائف وأدواته وفي مقدمهم القوات لمواقف البطريارك بشار الراعي الداعية إلى ضرورة حل الأزمة اللبنانية من خلال تدويلها لتنفيذ أجنداتهم وما يثير الريب هو اتخاذ سمير جعجع وأشرف ريفي مواقف بكيركي غطاء لمواجهة الرئيس عون وحلفائه ودفع البلاد إلى المجهور ويرجح أن تكون زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بكيركي في الساعات الفائتة لضرورة تنبيه البطريارك من استغلال أي طرف لمواقفه واللعب بالورقة الأمنية على حد تعبير مرجع في فريق المقاومة ويؤكد مصدر المسؤول قريب من موقع القرار في حزب الله احترام الحزب خصوصية مختلف المكونات اللبنانية ومراجعهم الدينية مشبها حركة البطريارك الراعي الراهنة بأنها محاولة لإحياء حركة البطريارك الراحي الاسفير ما بين العام 2000 والعام 2005 مرورا برعاية قرنة شهوان مع فارق كبير في هذه المرحلة هو أن لبنان ليس في سلم أولويات السياسة الخارجية الأمريكية والغربية في المنطقة معتبرا أن الأولوية هي لإعادة تفعيل الاتفاق النووي الإيراني وترتيب الوضع في اليمن والعلاقة مع المملكة السعودية بالتالي ما حد فاضي هالأيام بحسب ما ختم المصدر وننتقل إلى موقع أساس ميديا وفي الشأن المالي كتب عماد أشدياق لماذا التكتم على المصارف التي فشلت في السيولة والملاءة على الرغم من انتهاء المهلة الممنوحة للمصارف من أجل تنفيذ التعميم رقم 154 اليوم فأن مصرف لبنان ليكشف النقابة عن أسماء المصارف غير الملتزمة قبل أشهر المصرف المركزي يحاول الإيحاء بأنه صارم مع المصارف في تطبيق التعميم المذكور من خلال البيان الأخير الذي أصدره نافيا أي عملية تأجيل أو مماطلة أو تساهل إلا أنه في الحقيقة يحاول أن يمسك عصاه من الوسط لأنه يعلم أن عملية التطبيق كاملة كما وردت في التعميم وعلى أهميتها ستكون صعبة جدا وتحتاج إلى مزيد من الوقت ومتابعة ولهذا يحاول الفصل والتمييز بين بنوده ووظائفه مصادر مصرفية كشفت لأساس أن المركزي لم يتشدد في الحكم على تطبيق التعميم 154 كفاية وذلك نظرا للأوضاع التي يمر بها لبنان بدءا بجائحة كورونا مرورا بالإقفال العام وصولا إلى تعثر الحكومي اليوم المصادر تؤكد أن جزءا كبيرا من المصارف المحلية امتثل لمضمون التعميم من دون أن تحدد شكل الامتثال ولا عدد المصارف الممتثلة أو تلك المتخلفة مكتفية بالقول أن المصارف المتخلفة بالكامل إنما هي اختارت ترك العمل في القطاع المصرفي طوعا ولا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة أغلبها مصارف متفرعة من مصارف رئيسية وتابعة لها وأنها هامشية بحجمها وبعدد موديعيها وحجم ودائعيها وأحد ليلاحظ انسحابها من القطاع المصرفي مؤكدة أن موديعيها سيحصلون على أموالهم من دون أي مشاكل تذكر وعليه فأن التجزئة في تصنيف شكل الامتثال وتساهل مصرف لبنان مع المصارف واعتماد الرمدية في مقاربة هذا الملف ثم تميع الإعلان عن المصارف المتعثرة تشي كلها بشكل لا لبس فيه أنه سيكون صعبا جدا على مصرف لبنان القفز فوق ثلاث حقائق أساسية تؤدي إلى الحكم على المصارف كلها بشكل موحد في هذا التوقيت وهذه الحقائق هي كالتالي أولا قانون تعليق المهل ثانيا غياب الخطة الإصلاحية ثالثا كبار الموديعين هؤلاء الذين هربوا أموالهم إلى الخارج هم من بين النافذين الذين يملكون سطوة على السلطة والسياسيين وعلى القطاع المصرفي أو هم طينتها بل أغلبهم من السياسيين الذين ستواجه المصارف ومصرف لبنان أيضا أزمة إقناعهم بإعادة الأموال إلى الداخل اللبناني بالتي هي أحسن فمصرف لبنان سيكون في مرحلة المقبلة منكبا على مساعدة المصارف أو ربما الضغط عليها وعلى كبار الموديعين لإقناعهم بتأمين السيولة وبالتالي بأهمية استقرار القطاع المصرفي في المحصلة فأن المصارف غير الملتزمة إذا وجدت ستواجه خيارين الدمج أو وضع اليد بواسطة مصرف لبنان الذي سيقوم بتعيين إدارة موقتة له تدير عملية تسديد المتواجبات للموديعين أما أوساط المركزي فترى أن المصارف ستكون مرزمة بتطبيق التعميم عاجلا أم آجلا لأن الشحة في السيولة سيؤدي حكما إلى أزمة ملاءة ستؤدي حكما إلى أفلاس المصارف وإلى ضياع الودائع ومن أساس ميديا ننتقل إلى الأنباء الكويتية حيث كتب يوسف دياب عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أن المحاققة العدية الجديد في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بطار يستكمل درس الملف والتحقيقات التي أجراها سلفه القاضي فادي صوان على مدى ستة أشهر وأفادت مصادر قضائية مواكبة للتحقيق للأنباء بأن بطار يحتاج إلى أسبوعين إضافيين للانتهاء من دراسة الملف ووضع استراتيجيته للتحقيق الذي سيبدأه مع الأشخاص الذين سيستدعيهم للاستجواب وسيضعوا لائحة بأسمائهم وأكدت المصادر أن القاضي بطار لي ينطلق من نقطة الصفر كما يتردد بل يستأنف عمله من المرحلة التي انتهى إليها القاضي صوان والمعلومات التي راكمها الأخير على مدى ستة أشهر ويترقب اللبنانيون ولسيما أهالي ضحايا في جارب المرفأ كيفية تعاطي القاضي بطار مع الدعاء زميله صوان على رئيس الحكومة حسان الدياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس وأوضحت المصادر القضائية أن المحقق العدلي سيطبق القانون والاجتهاد القانوني في هذا المجال إذن بهذا نأتي إلى ختام الجولة على صحف فاصل نبدأ بعده الحوار في برنامج الحدث ترجمة نانسي قنقر